أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتجديد تعيين حسن عبدالله محافظاً للبنك المركزي لمدة عام وكان الرئيس السيسي قد أصدر قراراً بتعيين حسن عبدالله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام في أغسطس من عام 2022 ثم تم التجديد له لعام آخر في 17 أغسطس من عام 2023 ونجح حسن عبدالله خلال قيادته للبنك المركزي في القضاء على السوق السوداء للعملة كما نجحت سياسته في كبح جماح تضخم والهبوط به من مستويات فوق 40% إلى 25% استقبلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي راني المشاط السفير السعودي لدى مصر صالح ابن عيد الحسيني وذلك لبحث سبل تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأكدت المشاط تطلع مصر لتطوير أطر التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على تطوير البيئة الاستثمارية وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يزيد من حجم الاستثمارات حيث يعد تمكين القطاع الخاص دافعا نحو تحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات كما أنه يعزز خلق فرص للعمل أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا مساس بالسكر التمويني المطروح على البطاقات التموينية ولا مساس بالحصة التموينية المقررة لكل فرد على البطاقة التموينية وفي بيان لها أوضحت الوزارة أن هناك وفرة وإتاحة وزيادة للمعروض من السلع الأساسية في كافة المنافذ والتي تشمل ما يتم طرحه من سلع أساسية في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعية وبقال التموين وهو ما يقرب من 40 ألف منفذ هذا وأشرت الوزارة إلى استمرار طرح كافة الاحتياجات المطلوبة على البطاقات للمواطنين والبالغ عددهم 62 مليون مستفيد من منظومة السلع التموينية بما يقرب من منئة ألف طن شهري تشمل السكر التمويني والحر على البطاقات التموينية وكذلك الحر بالمجمعات الاستهلاكية استقبل وزير التموين وتجارة الداخلية الشريفة روق رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وأثناء اللقاء تم بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من الملفات خلال الفترة القادمة واستعراض كميات توريد الأقماح بعد إنهاء موسم توريد القمح المحلي بنجاح وإغلاق كافة المواقع التخزينية وكذلك إجراءات إنهاء تسلم الأقماح المستوردة في الموانئ المصرية بحث وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي مع وفد شركة شافرين العالمية خطط عمل الشركة في مصر ونقش اللقاء سبل الإسراع بالأنشطة وبرامج الحفر في مناطق امتيازها بالبحر المتوسط وفي مقدمتها منطقة نيرجس بتعاون مع شركة إيني الإيطالية الشريك مع شيفرين المشغل الرئيسي للمنطقة كما التقى بدوي مع جريج ماك دانيل رئيس شركة أباتشي في مصر وأكد أن أولويات الحكومة في زيادة الإنتاج من الثروة البترولية يواكبها العمل على زيادة الثقة في المناخ الاستثماري وجذب استثمارات جديدة اشتركوا في القناة